كيف نكتب بعض المعادلات في الصورة القياسية؟ باقي الأشياء طبعاً تعلمناها من قبل ممكنكم تدربون عليها هنا السؤال X زايد 3 Y تربية زايد 12 Y تساوي صالب 5 أني بنكتبها على الصورة القياسية طبعاً في البداية لازم نعرف الصورة العامة حق هذا المعادلة بما أن التربية على ال Y فإذا المعادلة لازم نكتبها في هذا الصورة X تساوي A في Y ناقصاً K لكل تربية زايد H فلازم أول شيء أنقل 3 Y تربية و 12 Y إلى الطرف الأيسر فهيقول X تساوي صالب 3 Y تربية صالب 12 Y وعندي صالب 5 مثل ما تعلمنا من قبل طريقة تكمال المربع إن أنا راح أكمل مربع حق هذه للحدين فأول شيء عندي الأيه؟ صالب 3 معامل Y تربية ففي البداية لازم أخذ عامل مشترك هو صالب 3 يظل عندي Y تربية صالب 12 لو قسمت على صالب 3 يعطينا زائد 4 وطبعاً ناقص خمسة ما ليش يغل بها أخليها براء نكمل المربع حق اللي داخل القوس فرح أصبح عندي أخذ نصف المعامل أو نصف طبعاً هني 4 Y عفواً ناخذ نصف المعامل وهو 2 طبعاً براء هني ناقص خمسة ما نضيفنا بالضبط؟ نلاحظوا أن هذا القوس Y تربية زائد 4Y زائد مربع الاثنين وهو 4 فأحنا نضيفنا مربع الاثنين وهو 4 بس مضروبة في سالب 3 يعني كأننا نضيفنا سالب 12 فلازم نتخلص من سالب 12 بأننا نضيف فهنا الفكرة أن هنا في سالب السالب 3 في 2 تربية أعطتنا سالب 3 في 4 وهي سالب 12 فالمفروض نكنسل سالب 12 بأننا نضيف 12 فهذه بالنسبة إلى إكمال مربع هني باقي بس نبسطها طبعا هني عندي ننزل سالب 3 Y زائد 2 لكل تربية وسالب 5 زائد 22 وزائد 7 طبعا ممكن بعدين نكمل باقي هذه الأشياء مثل ما تعلمنا سابقا فهذه الصورة القياسية السؤال الأخير عندي لحظه 3 X ناقص Y تربية وعندي هني 5 X ناقص 4 Y زائد 6 أول شو نتأكد التربيع على وينه لاحظوا أن التربيع هي على ال Y فننقل ال Y تربية في البداية إلى الطرف العيسر وال X هذه ننقلها الطرف عفوا ننقلها للطرف العيمن وننقل الخمسة X إلى الطرف العيسر فرح يصير عندي 3 X ناقص 5 X يساوي Y تربية ناقص 4 Y زائد 6 فأنا عندي في اليسار 3 X ناقص 5 X يساوي صالب 2 X نحن سأكمل المعبع حق هذه فأنا لا يوجد معامل حق Y تربية فأنا أخذ مباشرة نصف المعامل وهو 2 فأقول Y ناقص 2 الكل تربية طبعا نحن زائد 6 شنو نضفت أنا Y تربية موجودة الأوف الثاني فيه 2 صالب 4 Y موجودة فأنا ضفت موجب 4 اللي هي 2 تربية فأنا ضفت 4 فأشيل 4 هني نكمل هني طبعا صالب 2 X يساوي ما بين قوسين Y ناقص 2 الكل تربية 6 ناقص 4 يساوي 2 طبعا هل هذه على الصورة القياسية طبعا لا الصورة القياسية نحن نقول X تساوي A في Y ناقص K الكل تربية فهني عندي صالب 2 X فالمفروض إن أنا أقسم الطرفين على صالب 2 فهينتج عندي هني لو قسمت هذي على صالب 2 هتعطيني X هتعطيني هني X يساوي نقسم أول شي هذي على صالب 2 هني طبعا عندي 1 فهيصير صالب نص في Y ناقص الكل تربية زائد 2 اثنين لو قسمت على صالب 2 راح تعطيني صالب 1 فهذه المعادلة على الصورة القياسية طبعا هي معادلة تقطع مكافئ مفتوح لليسار لأن المعادلة هي X تساوي فهذا ميطوح لليسار لأن هنا A صالب نص صالبة فهذه الصورة القياسية وممكن نفس ما قلت نكمل هذي الأشياء صارت سهلة مخروضة بالنسبة الهي رأيكم